بليل متصورون بسيط مقابل شي مقابل شي فعينما يدبر الامر وليتآمر الناس على الحجد الشعبية المقدس او تم شفته يقولون ابو مهدي المهندس ارهابي هذه هذه الناقصة الحياة المتحدثة باسم الخارجية الامريكية تقول عن هذا البطل هذا الذي مرغ انو في الارهابيين باقدامه الطاهرة وداس على كبرياء امريكا تقول عليه ارهابي وانا قلت لكم احنا الشيعة كل احنا ارهابيين بحلقة ماضية ولكن اريدكم تسمعون الان كل ما خطط له في عند السعودية من اجا وزير الخارجية هو النيل من الحجد الشعبي وقادة التشيع بامر دبر بليل من اجل انهاء هذا الفكر العظيم الذي سينصر الامام الحجة ابن الحسن القضية قضية الامام المهدي الان ربما يضحك علي الناس خلنا نشوف منهم يضحك ومنهم يبتي قضيتي اللي قلت لي مسعود بالفين وستعش واحنا الان على الابواب الالفين وثمنتعش بعد سنة وتلت شر يلا تحقق اللي قلته بالدقة وطلع الرجل الخائب المنكسر ان امريكا خلعتني انا اقول لكم الان امريكا ما بتطي شي مقابل شي امريكا تلعب بينا واحنا ادوات شطرانت ولذلك لم يستطيع وزير الخارجي ان يقول على الحجد الشعبي ارهابي وعلى الحجد الشعبي ان يذهب لويا الى ايران ايه لان احنا مو عرب صحاة حتى الروح الايران هذا دليل شي قل لكم بس انتم ما فهمتم اللغة اقسموا بالله ما فهمتم ماذا قال لقد ضحك الساسة وضحك المعبرين والمفسرين بالاعلام والله انتم كمفسرين فرعون لا تفهمون ماذا قال قال مثل ما جعلتكم تهربون بالواحد وتسعين بالثمانينات لايران ساجعلكم تهربون مرة اقرى لايران ولا عرفتش قال انتم عقلكم ما اشتغل قالكم بذل ما انتم جنتوا هاربين بايران انا راح ارجعكم لايران انا راح ارجعكم غسل